سريعاً يقول يسعد مساك أبو بدر وضيوفك للأسف ما ضيع الهلال إلا المدح الزايت عن حده من بعض إعلام الهلال لدياز ويليت يكون الزلال أكثر جراءة ويقول راية بصراحة عن دياز وإراحته لبعض اللاعبين وعن مستويات الفريق بالدوري خليك جريه يا زلال أنا قلتها والله يا أبو بدر أنا قلت المشكلة تكمن في اللاعبين في حدة اللاعبين في رغبة اللاعبين داخل ملعب دياز أخطأ دياز لديه أخطأ لكن أنت تتكلم عن فريق يذهب خارجياً كأس آسيا يذهب كأس عالم يقدم نتائج مستويات مميزة وعندما يعود لبطوط الدوري يتعثر أحمل المدرب لوحدة لا أحمل اللاعبين شاهد كمثال بسيط عندك ريال مدريد في الدوري الأسباني سيطر على دوري أبطال أوروبا لمدة 4-5 سنوات هل هذا معناته أن الدوري الأسباني أقوى دوري في أوروبا؟ مو أقوى دوري أقوى دوري البريميرليك اللي هو الدوري الإنجليزي بينما البريميرليك منافسة حدة شراسة بالنهاية يذهبون في دوري أبطال أوروبا يقابلون الريال مدريد ويأخذون الوصافة والريال مدريد يأخذ البطولة هذا اللي قاعد يصير عندنا الآن بالضبط الهلال يذهب خارجياً ويحقق دوري أبطال أسيا ويشعر الآخرين أن دوري أبطال أسيا ضعيف لا الهلال قوي خارجياً داخلياً لا توجد حدة لا توجد شراسة توجد أخطاء من دياز إصابات غيابات